ترجمة نانسي قنقر سيد كاسيفيسو آناثان شان موغام الوزير المسؤول عن الشؤون الداخلية ووزير القانون في جمهورية سينغافورة وذلك عبر تقنية الاتصال المرعية كما تضمنت الاتفاقية إنشاء هي استنافية متخصصة في جمهورية سينغافورة للنظري في استناف الأحكام الصادرة من تلك المحكمة وقد استهدفت المفاوضات بين الدولتين الوصول إلى معاهدة تحقق التوازن بين حرية الأطراف من جهة والنظام العام للمملكة وذلك من خلال إتاحة حرية اختيار اللجوء للمحكمة وآلية الاستناف المزمع إنشاءهما مع التأكيد على وجوب عادة مراجعة الأحكام الصادرة من الجهة الاستنافية قبل تنفيذها للتحقق من توافقها مع النظام العام بمملكة البحرين الله الحمد اليوم وقعت حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغفورة معاهدة ثنائية لإنشاء محكمة تجارية دولية لتسوية المنازعات التجارية العابرة للحدود الوطنية تحت مسمى محكمة تجارية دولية بي آي سي سي كما تضمنت هذه الاتفاقية إنشاء هيئة استنافية متخصصة في جمهورية سنغفورة للنظر في استناف هذه الأحكام الصادرة من هذه المحكمة وطبعا تهدف كل من مملكة البحرين وجمهورية سنغفورة إلى تعزيز سيادة القانون على الصعيد الدولي وتقوية التجارة الدولية من خلال تطوير أنظمة تسوية المنازعات التجارية الدولية واستهدفت المفاوضات بين الدولتين الوصول إلى معاهدة تحقق التوازن في حرية الأطراف من جهة والنظام العام للمنمكة من جهة أخرى